تمكنت وحدة الكاتبة الإقليمية بتيارت لكل من فرقة بوشقيف دحموني من تفكيك شبكة متكونة من ستة أشخاص مختصة في السرقة بأنواعها والسطو على المواشي حيث تم حجز معدات تستخدم في السرقة وكمية من النحاس وصلت إلى أكثر من ثلاث قناطير من النحاس إضافة إلى ضبط سيارتين كانتا تستعملان في نقل المسروقات التغطية لديار بن داود مرة ثانية في إطار مكافحة الإجرام واللصوصية وتأمين شبكة الطرق والمواصلات من الاعتداءات على المواطنين بيوم 21 مارس 2020 على الساعة 11 ونصف ليلة تمكنت وحدات الكاتبة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت كل من فرقة تيارت فرقة عين بوشكيف وفرقة الدهموني من تفكيك شبكة أشرار تحترف عمليات سرقة بمختلف أنواعها بما فيها سرقة المواشي العملية أصفرت على توقيف عناصر الشبكة اتباعا والمتكوينة من ستة أشخاص مع حدث كمية من النحاس تقدر بـ 306 كيلوغرام بالإضافة إلى حدث مركبتين كانتا تستعمل في السرقة والاعتداء على المواطنين عبر شبكة الطرق ترجمة نانسي قنقر